اشتركوا في القناة اهلا بكم الى غرفة الاخبار ونتابع فيها الانسحاب الروسي من سوريا التوقيت والمغزى المعارضة السورية المسلحة السعي لمكان على الخارطة الجريمة ثم الازيديون وداعش مأساة تبحث عن نهاية الموضوع السوري يتصدر ملفاتنا لهذه الليلة الجميع عبد تفاؤله وترحيبه بقرار الرئيس الروسي بوتن بسحب الجزء الاكبر من قواته التي زج بها في سوريا لنصرة الاسد ويطرح توقيت القرار المتزامن مع بدء المباحثات تساؤلات عن مغزاه ونفى لكراملين ان يكون الغرض الضغط على الاسد اما سيد الكراملين فقال انه اتخذ قراره بعد ان حققت المهمة اهدافها لكن لا يخفى على احد ان هناك دلائل غير مباشرة على ان موسكو وواشنطن ربما تتقى سمان الادوار بحيث تتجاهل الاخيرة طلبات المعارضة الملحة بدعمها على الارض ليتعزز موقف الاسد التفاوضي بعض الشيء مقابل ترتيبات روسية لخفض مستوى حملتها ضد المعارضة المعتدلة وان تستر ذلك برداء سحب للقوات كمفاجأة اعلان الدخول الى سوريا اعلن عن الانسحاب هكذا قد تبدو طبيعة القرارات الروسية في سوريا لكن البعض لا يرى للمفاجأة مكانا في الازمة التي بدأت دائرتها تتسع وتضيق الخناق على المجتمع الدولي فالانسحاب الروسي في نظر الكثيرين وان كانت كلمة الانسحاب غير دقيقة بالنظر الى المعطيات على الارض تخطيط روسي مدروس لفرض ضغط مزدوج على النظام السوري والمعارضة على السواء للمضيه في عملية سياسية متفق عليها بين واشنطن وموسكو فخطوة كهذه من الصعب ان تتم بدون توافق دولي خاصة مع الصديق اللدود الولايات المتحدة برودة ردود الافعال الدولية وحرارة الترحيب بالقرار الروسي وتأثيره على سير مفاوضات جونيف خير دليل لكن ذلك لم يمنع البعض من الاحتفاظ بالقراءات اخرى للخطوة الروسية مجلة فورين بوليسي الامريكية وعلى صفحتها الرئيسية رأت في الانسحاب الروسي نهاية للدعم الروسي غير المشروط للأسد وفتح الباب الذي كانت تواربه موسكو لإخراج الأسد من الصورة القصف الروسي لمواقع المعارضة السورية المسلحة ساعد النظام السوري على إحراز مكاسب على الأرض مكاسب حملتها دمشق لجونيف لتثقل طاولة المفاوضات بشروط تقيد التوصل إلى حل لكن التراجع الروسي المدروس يضع دمشق ووفدها في الزاوية ويفرد عليها مراجعة مواقفها المتصلبة ثمن هذه الحركة العسكرية سياسي حسب كل المتابعين فإعلان بوتين سحب قواته يقابله أمل في تراجع العقوبات الأمريكية والأوروبية التي أضرت ببلاده حتى إن البعض يذهب إلى أبعد من ذلك بتصوير الخطوة الروسية محاولة من جانب بوتين لمنح أوباما غطاء دبلوماسيا لإعادة ضبط العلاقات بين البلدين قبل مغادرته البيت الأبيض تقول روسيا إن أغلب أهداف تدخلها في سوريا تحققت لكنها تتحدث عن الأهداف الخفية إضعاف قوات المعارضة أما الهدف المعلن وهو القضاء على داعش فالطريق إلى تحقيقه لا تزال طويلة هدف التراجع المعلن اليوم هو تحقيق أهداف الدخول لكن الهدف الخفي ستكشفه أيام التفاوض المقبلة من جنب عندما تدير موسكو دفة المحادثات بما يتناسب ورياح مصالحها ينضم إلينا الآن من جنيف أستاذ العلاقات الدولية ميشيل أبو نجم دكتور أبو نجم مساء الخير مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار لا شك إعلان الرئيس بوتين بدء انسحاب الجزء الأكبر من القوات الروسية في سوريا فاجأ الكثيرين إن لم يكن الجميع الكل قرأ هذا القرار بناء على معطيات معينة المعارضة لها تفسير النظام له تفسير واشنطن تجد نفسها أيضا تحاول قراءة الموضوع بشكل آخر كيف يمكن قراءة هذا القرار في هذا التوقيت بالذات وبالتزامن مع المحادثات سواء على الصعيد الميداني أو على الصعيد السياسي نعم في الواقع ما سمعناها اليوم من الوفودة الموجودة في جنيف ومن مصادر تابعت عن قرب ما حصل في الأيام الأخيرة هو أن قرار رئيس بوتين فاجأ الجميع بمن فيهم ربما الولايات المتحدة الأمريكية وربما ما يدل على ذلك أن الرئيس بوتين سارع مباشرة بعد الإعلان الرسمي الروسي عن هذا القرار إلى الاتصال برئيس بوتين والتباحث معه في المرحلة القادمة في الواقع هناك العديد من الفراضيات بداية واضح أن القرار الروسي سيرخي بظلاله على المفاوضات من جهة أن المعارضة السورية تعتبر أن الانسحاب الروسي وحتى إن كان جزئيا ولكن يفترض أن يتبين ذلك ميدانيا حتى الآن لا نعرف مدى هذا الانسحاب هذا القرار سيكون له تأثيرات على المفاوضات وبالدرجة الأولى على الوفد الرسمي لأن مهما رأينا في هذا القرار فإنه سيكون إضعافا للأسد مهما تكون الزاوية التي ننظر منها إلى هذا القرار سنجد في كل الأحوال أنها ستضعف موقف الرئيس السوري الرئيس السوري كان في حالة انهيار الصيف الماضي وجاء التدخل الروسي ليعيد إقافه على قدميه وما سمح له بأن يعود بقوة وأن يعيد طرح شروط الجميع يعتبرها مبالع فيها هذه هي النقطة الأولى النقطة الثانية اليوم السؤال كيف أن الرئيس الروسي ما هو الثمن الذي سيطلبه الرئيس الروسي مقابل هذه الخطوة العديد من الفرضيات الفرضية الأولى أن الرئيس الروسي يعتبر أن الخطوة التي أقدم عليها تحتاج إلى ثمن وثمن هو أن يراعي الأطراف الغربية الرؤية الروسية لمستقبل الحل في سوريا وبكلام آخر ومباشر هل الثمن الذي يريده الرئيس بوتين هو أن يقبل الأمريكيون وأن يقبل الغريبيون أولا ببقاء الأسد حتى نهاية المحلل الانتقالية ثانيا أن تراعى المصالح الروسية في سوريا المستقبل بمعنى المحافظة على القواعد العسكرية المحافظة على النفوذ الروسي في سوريا المحافظة على الوضع الحضور الروسي في شرق البحر الأبيض المتوسط ثالثا ما هو الثمن الاقتصادي نحن نعلم اليوم أن الاقتصاد الروسي يعاني من بالطبع من تراجع أسعار الغاز والنفط يعاني من خفوط الأداء الاقتصادي الروسي ولكن يعاني خصوصا من العقوبات التي فردت لسبب آخر هو سبب أوكرانيا فهل الرئيس الروسي اليوم يريد مقابل دور إيجابي وملطف للأجواء وضاغط على النظام السوري هل يريدوا مثلا رفع العقوبات التي فردت عليه على العقوبات المالية الاقتصادية النفطية في الملف الأوكراني إذن اليوم مناكس هل يصل هذا القرار لحد يمكن أن نصف فيه أن الرئيس بوتين أراد من وراء هذا القرار أن يحصل على هذه الأثمان التي أشرت إليها سواء العلاقات مع الغرب مسألة العقوبات وكل هذه الأمور مقابل التخلي بين قوسين عن الرئيس الأسد في مرحلة ليست بعيدة من الآن نعم الواقع علينا أن نفهم أن روسيا المشاركة روسيا المكثفة جدا في العمليات العسكرية منذ شهر سبتمبر الماضي لم تكن للنظام بكلام آخر يعني التدخل الروسي وفق ما قاله الرئيس الوزراء الروسي بشكل واضح للغاية قال إننا ذهبنا إلى روسيا للدفاع إلى سوريا عفوا للدفاع عن مصالحنا وليس للدفاع عن النظام السوري لو أخذنا هذه المقولة بعين الاعتبار يمكن على ضوئها أن نفهم كل مجمل مراحل السياسة الروسية في سوريا وفي الشرق الأوسط يمكن أن نفهم الخيبة الروسية مما حصل في مصر مما حصل في ليبيا حيث تراجع النفوذ الروسي ولم يبقى إلا في سوريا هذه نقطة أولا النقطة الثانية يعني لا علينا أن نتوقع سريعا جدا أن يقول الرئيس السوري الروسي عفوا غدا أننا نتخلى عن رئيس الأسد ونحن جاهزون لكي نرى هذه الهيئة الانتقالية الحاكمة هذه الأمور لن تحصل بهذه السرعة لبل أنها لن تحصل إطلاقا قبل أن يحصل الرئيس الروسي على ما يرده من ضمانات حول مصالح بلاده في سوريا وفي المنطقة ما هو مصير الأسد غدا بالطبع الخطوة الروسية تعني أن اليوم أن المصير الرئيس السوري أصبح مطروحا على طاولة البحث كيف سيتم إخراج ذلك هذه هي المسألة هذه المعضلة التي ستطرح نحن اليوم تحدثنا كثيرا مع المفادين الغربيين الذين يرافقون مفاوضات جونيف تحدثنا كثيرا مع الوفد السوري هناك بداية ليونة يفترض أن تظهر هذا المساء كان هناك اجتماع لسيد دوميستورا مع وفد المعارضة والاجتماع الرسمي الأول غدا سيلتقي بوفد النظام والمسائل الجوهرية بدأ طرحها في البداية حاول السيد جعفري أن يعيد طرح مسألة ما هي الوفد التي تمثل المعارضة السورية وللطعم في أن الوفد المنبثق على مؤتمر رياض هو من يمثلها ولكن كان المبعوث الأممي كان حازما عندما رد على السيد الجعفري وقال له هذه الأمور حسمت ولن نعود إليها إذن اليوم لم يعد من مفر من مباشرة بطرح مسألة العملية الانتقال السياسية هذه العملية هي التي ستشغل وستكون موضع تفاوض من هي الشخصيات التي ستمثل النظام ما هي صلاحيات هذه الحكومة ما هو دور الرئيس الأسد في هذه المرحلة الانتقالية في أي مرحلة يمكن اعتبار أنه سيدخل لنقل في مرحلة الصلاحيات البروتوكولية كل هذه المسائل المطروحة والأكيد أن القرار الروسي يعيد تحريك الوضع بشكل جذري ولكن لا يفترض بنا أن ننتظر نتائج سريعة للغاية بمعنى في الأيام والأسابيع القادمة المبعوث دمستورة وضع مرحلة من ستة أشهر للانتهاء من تشكيل هذه الحكم حكم المرحلة الانتقالية من البدء بدراسة الدستور لأن هناك أمور أخرى ستطرح منها مثلا مسألة المركزية الأقراض مسلم صالح غير موجودة اليوم في باريس هناك أطراف أخرى غير موجودة وكل ذلك لا يمكن إلا أخذه بعين الاعتبار حتى تتوضح هذه الصورة شكرا جزيلا لك دكتور ميشيل أبو نجم أستاذ العلاقات الدولية كان معنا مباشرة من جنيب ولا شك أن الحديث عن الانسحاب الروسي من سوريا يثير التساؤل بشأن الوجود الروسي العسكري وطبيعته شانتال الآن لديها المزيد حول هذا الموضوع مسأل خير شانتال مسأل خير مولد كما أشارت دكتور أبو نجم فاجأ الجميع لا شك الآن نحاول أن نتعرف على طبيعة الوجود العسكري الروسي أصلا في سوريا ما الذي سيذهب ما الذي سيبقى من هذه القوات الأهم مهند والذي يعرف عدد كبير هو أنه لم تغب روسيا عن سوريا قبل الحرب كان لها وجود في أكثر من مجال وفي أكثر من موقع أهم المواقع كانت قاعدة طرطوس التي يراها المحللون العسكريون رأس حربة روسية في المنطقة مع تطورات الحرب وقرار موسكو الوقوف بكل السبل مع الرئيس بشار الأسد كان أن عززت القوات على نحو أتالي أولا نشرت 21 طائرة هجوم أرضي من نوع سخوي 25 و 12 مقاتل اعتراضية من نوع سخوي 24 و 6 قاذفات متوسطة من نوع سخوي 34 و 4 قاذفات من طراز سخوي 30 متعددة الأدوار بالإضافة إلى 15 مروحية منها مي 24 هايند الهجومية وتتمركز في مطار باسل الأسد الدولي قرب لاذقية تضمنت القوات الروسية أيضا دبابات من طراز تي ناينتي و 15 قطعة مدفعية و 35 عربة جند مدرعة و قاذفات بي أم 30 قرب لاذقية و 200 من مشات البحرية ويبقى العدد الفعلي للضباط والجنود الروس في سوريا مجهولا و أن تحدثت بعض المصادر عن وجود أربعة إلى ستة ألاف عسكري روسي في سوريا مع تعاظم دورها في الحرب توزعت القوات الروسية بالإضافة إلى مواقعها في مطار اللاذقية و نتابع هنا على الخريطة هنا مطار اللاذقية إذن أيضا القاعدة العسكرية البحرية في طرطوس هنا نتحدث عن هذه القاعدة البحرية هنا إذن على هذه المنطقة بالذات بالإضافة إلى مطار زراعي بطرطوس أيضا هنا داخل طرطوس تم توسيع واستخدامه عسكريا هذا بالإضافة إلى وجود قوات روسية برية في مركز بحوث في منطقة مصياف بمحافظة حمى وهنا مصياف على الخريطة وتبقى منظومة S400 وهي من أحدث أنظمة الدفاع الجوي في روسيا أهم الأسلحة التي نشرتها موسكو على طول الساحل السوري لتصدي للهجمات الجوية والصاروخية وهذا بالطبع بالإضافة إلى التواجد الدائم لقطاع البحرية الروسية من طردات ومدمرات وغوصات في مياه المتوسط إذن مهند هذا ما شاهدناه من قواعد روسية تم تحديثه وتطويره خلال هذه الفترة الأخيرة حتى الساعة لنعرف ما هي القطع التي ستعود مجددا إلى روسيا اليوم كان هناك أول شحنة شاهدنا بعض الصور طائرات روسية تصل إلى الأراضي الروسية وكان في استقبالها تعرف الروس بشكل حاشد ولكن أيضا نعلم أن هذا القرار هو قرار ينص على سحب الجزء الأكبر لا يقول سحب كل الوجود العسكري الروسي حتى أنه سيبقى منظومة دفاعية أيضا تماما والمنظومة الدفاعية الـ S400 هي منظومة أساسية لها أدوار استراتيجية في هذا المجال شكرا جزيلا لك شانتال شكرا